اشتركوا في القناة لا انهم يملكون شيئا من الهدى لكنهم فرطوا فيه ورضوا الضلالة بدلا منه والتجارة في اللغة في التفصيل العلم المالي ستأتي ان شاء الله في آية الدين لكن في اللغة يتصرف برأس المال بغية الربح ماذا تصرف برأس المال بغية الربح الربح يسمى تجارة قال الرغب الاصفهاني في المفردات قال وليس في كلام العرب رفض غيرها لفض غير ماذا تجرى عندما اتى عن كلمة تجرى قال وليس في كلام العرب مفردة او رفض غيرها يقول يعني لا يوجد في كلام العرب جيم بعدتا لا يوجد في كلام العرب جيم بعدتا هو اصاب شيئا رحمه الله من الحقيقة يوجد لكن قليل جدا قال الحسن بن زين الشنقيط رحمه الله قال والتاء بعد الجيم اصلا لا تجي ماذا قال والتاء بعد الجيم اصلا لا تجي الا لتجر ومنتج ونتجت ومرتج يعني هذه الثلاث الكلمات التي وردت فيها الجيم بعد بعد التاء غيرها في كلام العرب لا يوجد كلمة اتجاه ليس اصلها اتجاه اصلها وجاه التاء منقلب عنه واضح والمقصود ان ندرت اجتماع الجيم بعد التاء في لغة العرب الله يقول هنا هذا مبحث رغوي اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فحكم الله عز وجل عليهم بالضلالة هذا والعياذ بالله من الكسران المبين ان يفرط الانسان في الهدى ويقبل على على الضلالة